الزقائل عزاء صباح الأنوار صباح السرور صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة حديثنا مشيت لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخت أم حيدر من أهالي بغداد طبعا الأخت أم حيدر ما ذكرت اسم المنطقة اللي ساكنة بها تقول حجة أترجاك أن تنشر هذا الموضوع يعني اليوم الخميس وهي ستنشره قلت لها خير إن شاء الله إحنا ناشلين موضوع الصباح حول التمور وما تمور قالت إيه والله قريته بس حديثنا أو موضوعنا كلش مهم فأترجاك أن تنشره قلت لها ما يصير الباشر قالت لا قلت له هدللي تفضلي تحدثيه وإحنا بخدمتكم تقول أول ما صار السقوط يعني سقوط بغداد إحنا طبعا كنا فرحنا والحمد لله والشكر وكانت عندنا سلفة استلمناها تقول استلمنا سلفة رحت أنا وزوجي أو بتي تسوق الصراع طبعا تقول مو مباشرة وركم شهر تقول اشترينا كتب كتب دينية من كل الأنواع يعني الجميع المراجع كتب تفسير كتب عقائد أحاديث كتبه هو يشترينا كل شهوية بمليون وستمية وخمسة وسبعين ألف دينار تقول سوينا مكتبه كل شه محترمه قاموا حتى الجوارين من النساء من الطالبات صديقات بتي أصدقاء زوجي يجون يطلبون من عندنا بعض الكتب تقول ونطيهم إحنا نسجل اسم فلانة بتي فلان وفلان كتاب عندها تقول الحمد لله والشكر يعني كل شي استفادين من الكتب ولكن بعدين تقول انصدمنا حقيقة يعني انصدمنا صدمة جدا جدا كبيرة قلت لها شون تقول شفنا المكتوب شكيل يعني المكتوب بالكتب لبعض المراجع وبعض السادة وبعض الشيوخ وبعض الخطبات وبعض الدعاة يحشون شكيل يعني يحشون حديث شكيل بالكتب وبالتطبيق العملي شكيل وبيناتهم شكيل يعني عدة أنواع من الأحاديث يعني مو حديث واحد تقول احنا نصدمنا وين فلان وفلان اللي يحشي بالإيمان ويحشي بالتقوى ويحشي بالإخلاص ويحشي بالمساواة والعدالة والفقراء وما فقراء وبالعقيدة تقولوا لكن شفناهم بغير شكل يعني مننا نراجعهم ماكوا بعيدين كل البعد عن الدين عن الإسلام أبدا نريدنا نروح نزورهم إلى مقراتهم العنف عندهم والكبرياء لا تواضع لا تسامح لا محبة ويا الناس أبدا ماكوا تقول مو الكل ولكن تسعة وتسعين بالمية إذا مو كلهم شاهدنا أيضا النقرة بيناتهم المناكفة رجال الدين كانوا يقولون ما يصير الإنسان ينام وهو متخاصم يا أخوه أو متخاصم يا جارك شفناهم بيناتهم كلهم إسلاميين وكلهم شيعة وكلهم شيعة جعفرية إمامية إثنى عشرية والأحزاب بيناتهم واحد ما يحشى على الثاني وواحد يشهر بالثاني وواحد يسب بالثاني وواحد يلعن الثاني شنو هالأخلاق هذه الكتب كتبكم أنتوا تتبيعوها إننا اشتلناها ليش ما موجود هذا الشي ليش يعني انصدمنا انصدمنا بالواقع انصدمنا بينما الكتب كانت تدعو للفضيلة للفضيلة للسمو للرفعة ولكن بالتطبيق شفناهم غير شكل ماكوا مساعدة للفقير ماكوا اعتناء بالفقير ماكوا اعتناء بالطبقات الفقيرة نهائيا فضلوا نفسهم بالقصور بدوا يشترون في لندن وغير لندن بدول العالم عمارات ومولات يعني انصدمنا بهم تقول آخر شي قررت أنا أقول للزوجي يابا امشي دار روح نبيعهم رحنا لأحد المكاتب قلنا لها يابا عدنا هيك كتب وكتب بس لم تسجليهن إليك قال أنا أجي أشوفهم قلنا لها تعال هلان وسهلا تقول اجي هذا أبو المكتب شافهم دفع عنا ميتين وخمسة وثلاثين والمرة دفع عنا ميتين وخمسة وعشرين بهن ميتين وخمسة وعشرين بعدين زايدنا عشرة صار ميتين وخمسة وثلاثين قلنا لها يابا والله احنا ما أخذيهن بمليون وستمية وخمسة وسبعين يعني انت حتى مدى تدفع عنا نص قال والله اللي يشتري مو متل ليبيا والآن ماكو يعني أقبال على الكتب ماكو أقبال مو متل قبل لأن باسطة الأنترنية والناس تطلع باسطة التواصل الاجتماعي وما تقرأ يعني الناس حقيقة تقول اضطريت قلت لزوجي قلت لخلي مبيعين أحسن من شوفهم ما ريد أشوف لأن ما ريد آينت تحزين وقلبي يبشي مثل ذاك اللي يقول يعني خلينا مبيعين ونرتاح من عائتين أحسن وريحنا يعني ريحنا قلت لخلي قلت لريحنا من عائتين خلصنا من عائتين ما ريد أشوفهم قدامي وصدق والله طابعناهن بميتين وخمسة وثلاثين ألف وإحنا اشتريناهن بمليون وستمائة وخمسين هاي مشكلتنا حجي وريدك تنشرها وجزاك الله ألف خير أولا أخت العزيزة حقك حقيقة يعني مو بستي كل الناس انصدمت حقيقة أحزابنا الإسلامية الشيائية حتى السنية سنية سمن الدك على البيئة هم هم كلهم حرامية ونهيبية احنا نحشي على أحزابنا الإسلامية الشيائية حقيقة هم مخانوا الأمانة يعني ما قدموشي حقيقة ما قدموشي جمهورهم الشعب هم ما قدموشي نهائيا شوف المحافظات الشيائية منكوبة شوف الدمو الديوانية شوف السماو شوف الناصرية ذيقار شوفيهم المحافظات الشيائية هاي مندى يحكم بيها بس الشيعة بس هم الشيعة هم مجالس المحافظات والمحافظ الشيعة هم اللي ديبوقون وينهبون ما يشتغلون كلهم ما يشتغلون ذاك من ذاك اللي يشتغل خمسة بالمية حقيقة غير هم اللي يشتغلون هات هذا مطار النجف كل الأحزاب اللي بالنجف متقاسمة بي يعني هم خزونه وحرام واحد يشتري كتبهم لا نمرجع فلاني ولا سيد فلان ولا شيخ فلان ولا حج فلان كلهم كلهم بدون استثناء أشجعش أنا والله زين سويتي بيعتيهن وخلصت منهن حتى ما تشوفيهن لا عين تشوف ولا قلب يحزن مثل ذاك اللي يقول ماكو أنت المثل ما قلت لين نايا بها أنا قلتش خلص منهن حتى لو بلاش شطيهن خلص منهن لا تشوفيهن لأنهم يحجون بالأخلاق كتبهم تحجي بالأخلاق من تجين تقرين بالكتاب عن الأخلاق ترتاحين وتشوفين سيد فلان واستاد فلان واحد ما يحجي والثاني الشيخ فلان ويا فلان الشيخ ما يحجي الشيخ ويا السيد ما يحجي جينيابا أنتو وينكم لعد وينكم وين الأخلاق وين أحمل أخاك على 77 محملين وينها يعني أنا قلت حقك أختي وما ريد أنا أطول بالحديث وياك والله أقول الزين ما سويت زين سويت حتى لو ممائتين وخمسة وثلاثين لو بلاش نعطيتهم وخلصهم منعتهم ولا تشوفهم لأنهم غلطوا حقيقة رجال الدين والأحزاب الإسلامية اللي قدنا غلطوا لأنهم ما كانوا صادقين مع الله لا صادقين مع الله ولا صادقين مع الأئمة سلام الله عليهم ولا صادقين مع كل الناس الطيبين نهائيا شوفوهم معلقين صور مال الشهيد محمد باكر الصدر هذا معلق صورة وذاك معلق صورة وواحد يحشي على الثاني وواحد يتسب الثاني وواحد يحرق مقرات الثاني انت شون زين انت شون رجل دين ومنت ملاحظ إسلامي تلفظ ألفاظ بذيئة وتفشر وتكفر وتحشي مادي يعني مادي غير لازم تكون مؤدب لازم تكون خلوق الكلمة اللي تطلع من فمك تكون كلمة طيبة لا هاي ما موجودة حقيقة احنا انصدمنا بأحزابنا الإسلامية وهات شوفي شوفي يا أختي العزيزة شوفي محرم من يجي محرم شوفي العادات شوفي الشعائر يسموها الشعائر ما أنزل الله بها من سلطان يمشون على القزاز قسم يمشون على نار قسم يلغمطون راسهم بطين قسم يربط نفسها بزنجيل ويتسحلوه يقولان تشلب الزهراء أو تشلب تشلب الاحصية يعني ما أدري يعني يجيبون هاي الأشياء وتحشينوا إياهم تنتقدينهم ينتقدوش وأبشع شي شفنا أبشع الأشياء اللي شفناها أن يطلعون جماعة في كربلة يلعنون الله يلعنك يا الوائلي هذا الوائلي مكتبة مكتبة متجولة مكتبة أهل البيت رجل معتدل رجل يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقولوا له لعنة الله عليك الوائلي لعنة الله على الوائلي يعني هذا مو حد شي مو تمام يلا يا أختي ما الذي يطول عليك وما يطول على الأخوة أفضل أن كل واحد يصف الكتب ويخلص منها حتى لا عين تشوف ولا قلب يحزن وهم خانوا الأمانة وغلطة وبحقنا والآن آخر شي هاي الغلطة مع الموازنة لمدة ثلاث سنوات ما بهدينار واحد للمتقاعدين في حين هما فرهدوا والعراق تفرهد مجلس نواب يخدم لسنة سنتين ثلاثة أربعة ياخذ ثمانين بالمية وامتيازات وقطعة أرس ستمية وجواز سفر دبلوماسي أحمر في حين كل شي ما سواه ونقول مع ألف سلامة وعاش لها ترجمة نانسي قنقر